ينضم إلينا من القاهرة سيد محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين في EFG Hermes للحديث أكثر عن آخر التطورات فيما يتعلق بالاقتصاد المصري أهلا بك سيد محمد معنا في جلسة المساء إذن كما استعرضنا هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى أعلى مستوية على الإطلاق هذا حدث في عام 2021 إلى أي مدى هذه العوامل إذا لم تستمر في هذا العام فتبقى قادرة هذه الصادرات على تحقيق هذه الارتفاعات وهذه الميزة التنفسية مع باقي المنطقة يعني أظن أنه برضو جزء من أهم الأسباب بارتفاع الصادرات هو ارتفاع التضخم عالميا وزيادة أسعار السلع مصر بتصدر مصادر مهم في سوق البيتروكمويات وسوق الأسمادة وطبعا دي سلع شهدت ارتفاعات كبير جدا في أسعارها فأظن أنه في الزل المتوقع أن تظل الأسعار عند معدلات مرتفعة أظن أن الصادرات مرشحة أن يكون فيها نمو طبعا نمو مش هيبه كبير أوي زي الحصل السنة اللي فاتت لأنه رادي المقام مرتفع ولكن مرشحة أن يكون مازال فيها نمو هذا العام إلى أي مدى هذا النمو وهذا الطلب المتزايد الذي ساهم في هذه الارتفاعات سيكون له تأثير على القطاع الخاص في المرحلة المقبلة وخصوصا أننا نعرف أنه فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المصري كان الدور الأكبر للقطاع العام في الفترة الماضية مع غياب الدور الأساسي للقطاع الخاص طبعا لظروف عديدة ولعوامل عديدة إلى أي مدى من الممكن في هذه المرحلة أن يكون لهذه الصادرات دور في دعم القطاع الخاص يعني أكيد لها دور في دعم وتنمية القطاع الخاص ولكن طبعا هي الفكرة أن الصادرات حجمها أصلا يظل بشكل كبير محدود بالذات لو إحنا استبعدنا الصادرات البترول والغاز يمكن هي في حدود ما بين 6 إلى 7% من النتج المحلي القومي فهي لها دور ولكن طبعا دور مش كبير قوي طيب كمطلع على المسار الاقتصادي المصري وكبير المحليين الاقتصاديين إلى أي مدى إذا ما عدنا إلى أرقام الـ PMI الأخيرة المصرية لا تزال دون مستوية الخمسين لا نزال في مرحلة الانكماش بالنسبة للقطاع الخاص في مصر ما هو المطلوب في هذه المرحلة لدعم القطاع الخاص وخصوصا أن مستوية النمو كانت في مصر جيدة مقارنة بباقي الأسواق والاقتصادات الناشئة يعني أنا أظن هي في مرحلة منها مطلوب مجرد أنه يكون فيه تعافي من مش بس من الجائحة ولكن طبعا إحنا قبل الجائحة كانت مصر خاضت برنامج إصلاح اقتصادي كبير بين عام 2016 و2019 وبالتالي ده كان مشاكل ضغط على النمو وبالنسبة للقطاع الخاص بشكل طبيعي ومتوقع ولكن طبعا جات الجائحة وأخارت أن يكون فيه تعافي خاصة بالنسبة للقطاع الاستهلاكي ويستتبعه أن يكون فيه زيادة في الاستثمارات فأظن أن هناك مجرد مسألة وقت دي من الناحية وبالناحية الثانية أظن طبعا إحنا شوفنا مؤخرا الدولة ومسألة في السيد رئيس الجمهورية وسيد رئيس الوزراء فيه كلام كتير عن دور أهم للقطاع الخاص الفترة اللي جاية أظن جزء منه سيكون عن طريق أن يكون فيه نوع من أنواع أن القطاع العام يتخلص من بعض الأصول من أجل أنه يقلل حجم الدين من عليه ويكون دعم للقطاع الخاص والقطاع الخاص المحلي أو يكون برضو بيساهم في جذب استثمارات أجنبية محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين في أف جي هرميس أنا أشكرك جزيلا شكرا على وجودك معنا هذا المساء